تركيز دلوقتي على مباراة الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي إن شاء الله يوم الأربع مباراة مهمة جداً بتنافس وبطولة تانية وبطولة الدوري المصري أنت بطالها فبرضو مباراة مهمة تديك ثقة كبيرة إن شاء الله من خلالها قبل مباراة الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب هناك في الكونجو لكن في كل الأحوال ده درس مهم جداً ليه اللي عابد نادي الأهلي وبرضو نقطة مهمة عشان أقف الملف ده كل المباراة اللي جاية هي مباراة كؤوس بالنسبة للأهلي بالتحديد في دور المجموعات لدوري أبطال الأفريق أنت ما تتأهل هي كده كده مباراة كؤوس لكن ما فيش فرص إنك تفقد نقاط تاني حتى الوفقات حيبا فيه أمال آه فيه أمال بس أنت لا عايز تكسب بقى عايز تخلص بقى ده مطلوب جداً جداً من اللعاب النادي الأهلي خليني أتكلم معاكو في فرص تأهل النادي الأهلي مع أن أنا مش حابب أتكلم فيها لكن في بعض بيبقى حابب أنه يتكلم في الفرص طب إحنا هنعمل إيه موقفنا هيبقى إزاي اللي إحنا بنبقى حابينه دايماً ومركزين عليه أن الأهلي يكسب أين كانت فرص إيه لكن فيه ثلاث سيناريوهات أمام الأهلي سعود لربع نهائي دوري أبطال الأفريق التأهل وصدرت المجموعة بالشرط زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشة يتأهل الأهلي أول مجموعة إذا فاز في الثلاث مباريات المتبقية ويصل إلى النقطة رقم 13 بشرط الفوز على سيمبا بأكثر من هدف وفوز سيمبا أمام المريخ وبيتا كلوب ده أمر وارد وارد الجزئية التانية إن الأهلي يكسب مرتين خارج ملعوة تحقي الفوز في مبارياته التي ستكون خارج الديار وتحديداً أمام بيتا كلوب والمريخ السوداني يقدر؟ يقدر حصول الأهلي على ست نقاط يعني أن رصيده أصبح عشر نقاط وهو سيمنح الأهلي بطاقة العبور دول مقبل دون النظر لمباراة سيمبا التنزاني والتي ستكون في الجولة الأخيرة وحتكون على ملعبنا وفي حال تحقيق في ده كلوب الفوز في مبارياته أو في مباراته أمام سيمبا سواء الذهاب والإياب والمريخ سيكون بطل الكونكو هو أنه أصلاً مباراة واحدة بالمناسبة والمريخ سيكون بطل الكونكو رصيده عشر نقاط إلى أن الأهلي ستفوق فريق المواجهات المباشرة نظر لي فوزه في لقاء الجولة الرابعة كمان آخر حاجة التأهل قد يكون من الكونكو فقط إزاي؟ إن الأهلي إذا حقق الفوز على فيتا كلوب يعني صعوبة المهمة على بطل الكونكو في الصعود نظراً لتفوق الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة لو أنت تعدلت هنا وكسبتهم هناك بإذن الله في حال فوز الأهلي في الكونكو سيكون رصيده سبع نقاط مما يعني تأهل الفريق الأحمر بهذه النقاط في حال تعصر في فيتا كلوب ضد ديسمبا في الجولة الخامسة أنا حبيت أقول له حضركم كل احتمالات برضو لكن يبقى الهدف الأهم والأساسي بالنسبة للجهاز الفني واللعبين هو الفوز في أي مباراة جاية علشان تقدر تتأهل بأريحية بإذن الله على الفرص لسه قائمة والأمال والأحلام لسه موجودة بكل تأكيد